موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين في برنامج الرائع رسائل من القلب وهذه رسالة تكمل رسالة أخرى وتدل على همية النجاح ومثل ما قلت هالمرة أنا ما بتكلم عن النجاح بشكل عام بالخطوات اللي ممكن تخليني اكون فعلا احقق النجاح اللي انا احتاجه تكلمت على الكثير من المواضيع وكثير من الخطوات ويمكن شوية ارجع على بعض الخطوات اللي انت كانت عنها políticas السعادة وشونا احفز نفسي عشان قادر على تحقيق الخطوات النجاح وتكلمت عن صناعة الفرص وبعض الاحيان اغتناصها وخدرتي العالية على صناعة الفرص واختناصها لتحقيق خطواتها بالنجاح وكذلك بتكلم عن جزء جدا مهم ويديد أول مرة يكلم عنه المنطقة الآمنة عادة الناس تحب تعيش في المنطقة الآمنة أي منطقة النفسية الآمنة يعني أنا عندي منطقة نفسية آمنة أحب ما أزعج نفسي ما أحب أجرب شيء يديد ما أحب أطلع حكشاتي لا 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 انتبه حكها النقطة هذه أبدأ في تجارب جديدة وأبدأ في وضع خطط لك وأبدأ في طرح آخر مختلف وجرب ونوت وسجل واخذ نجال واخذ فرص وعلى فكرة النتائج الإيجابية هي سبب رئيش لتكملة البرامج الأخرى أي بمعنى أنا إذا كان عندي نجاح ونجاح في نتيجة إيجابية ها بالنتيجة الإيجابية وحتعزز قدرتي على النجاحات الأخرى نقطة جدا مهمة المنطقة الآمنة وفي ناس ما تحب تدخل في نزاع ما تحب تدخل تحت الإضاءة ما تحب تدخل إذا هناك مشكلة يحاولنا يبتعد عن المجال اللي في مشاكل إذا كان هناك ضغط عالي يبدأ يوخر عن هذا المجال اللي في ضغط زي إذا كان النجاح يحتاج منك صعوبات وعقبات بتوخر على العقبات عشان ما تنجح ولا تحاول تحلل المشكلة بشكل أو بأخذ تعلم أنك تكون تحت الإضاءة تحت الاسبوت مثل ما يقولون والإضاءة الشقارة عليك وانت واضح والكل يكون عايش معك المنطقة الآمنة النفسية اللي موجودة عندك لازم تعلمها على أنك تكون عندك قدرة عالية على التجارب تجرب مرة ومرتين وثلاث وأربع وتنوت والسجل عشان تنتقل حق خطوات المهن بنتقل حق خطوة أخرى مختلفة كليا على خطوات السابقة ألا وهي التمتع والمرونة أي بمعناها شنو أنا شخص عندي مرونة بس عندي مرونة وبس لا عندي مرونة والقدرة التمتع كذلك في المرونة والتأقلم في الشيء الشخص اللي يدور النجاحات لا بيكون عنده قدرة عالية أن يكون يتمتع في هذا الشيء أي بمعنى أنا وصلت لمرحلة من المراحل كاد أحقق نجاحاتي الخطوة الأولى سويتها صح النتائج سطلعت صح لا بد أني أتمتع في هذه النتائج أبرزها علي أستمتع فيها أبدأ أخذها ماي أضعها في خبرتي وأبدأ أشتغل على الجانب الآخر ألو هتأقلم مع هذه النجاحات اللي حققتها في ناس بعد ما تحقق خطوات النجاح الخطوة من خطوات النجاح تبدأ تعزلها وتقول الله أنا كنت يوم من الأيام ناجح أوه نجحني يوم من المبعد زين وين استثمار هذا النجاح هل وقف اليوم هذاك أو في الزمن هذا ولا بمكانك أنك تنتقل حق خطوات أخرى لا وتنتقل وتسحبها بالنجاحات وتبني عليه نجاحات نعم يا سيد الفاضل النجاحات تبنى على بعض هالوعد النجاحات كم المفاهيم تشترك كامل وتعطيك مفهوم وتكامل في الحياة تصبح عندك خبر في النجاحات والنجاح بعض الأحيان يقال عنا إدمان الشخص الناجح دائما يفكر في النجاحات وفي ناس اللي تنجح مرة واحدة فرص النجاح تكون عندها كثيرة يمسك كل شيء يصير ناجح نقول عنا والله فلان محظوظ لا فلان تعود على النجاح هو يتقل عملية النجاح ويتقل العملية بشكل آخر ما هي فرص عادية ما هي شغلات كاتفة عندما يقول واحد يطلب الحظ لا ما هي حظ هي مهارة مكتسبة تبدأ تتركز فيها صح تحقق نجاحاتك بشكل أفضل لذلك يجب أن يكون عندك قدرة على التأقلم معها والمرونة كذلك طيب وبس وقف لهني قول ما يخلص هذا البرنامج وأزل في الوقت علينا أذكر هذه النقطة الجميلة أنك تخلص من أكبر قدر ممكن من الناس المحبطين ونقاط ضحفك أي معناها هناك نقاط ضحف وانت تعرفها لابد خلال السنوات المقبلة تتخلص منها الأيام المقبلة تخلص منها إذا كنت نرايحك هدف معين وانعارف أن هذا الهدف ممكن يمس النجاح الموجود عندي بآلية و بأخرى لابد أني أشوف هل هناك نقاط ضحف ما تخليني أوصل لهذه الأهداف وحق نجاحاتي إذا اكتشفتها قل ما أدخل أنا أطلع إنسان رائع لأكيد وأخطيها بشكل بآخر وأدخل وأبدأ حق نجاحاتي لازم أقلل هذه النقاط الصحبة والنقاط الضحف اللي فيني أنا عاطفي زيادة على اللزوم أنا شخص عاني مشكلة معينة عندي مشكلة في الفهم بدقة معينة عندي مشكلة أخرى لا بد أشيي النقاط الضحف يجب أن أعدل مظهري إيه هذا ينطل الضحف اللي أنا قاعد ألبس بدون ما أهتم في مظهري بشكل أو بآخر لا أهتم يا سيد الفاطس نقاط الضحف الوازع الديني عندي مش قوي لا أهتم نقاط الضحف جسمي ما يتحمل لا أهتم في جسمك بدن لي أغتك البدنية رتب أمورك صحح عشان تنتقل حق الخطوة الهيئة وتوخر عن الإحباط الإحباط بسرعة وحي يبرز معاك مجرد ما تخلص نقاط ضحفك بدأت تمس لأن الصعوبات مجرد ما تلمس نقاط الضحف الأكيد أنك تحصل في الإحباط والإحباط يا سيد الفاضل هو قاتل الطموح يقتل الطموح باشرة خلاص ما في طموح بعده وما في فرص نجاح أنت محبط شخص منطوي قرفة مسكر عليك وما رح تنتقل حق خطوات هايها هذه مشكلة رئيسية تنتبه لها أنك لو شعرت أنك أنت يوم من الأيام تم إحباطك وبدأت تعزل نفسك تأكد تماما أنت في الزاوية القيام الصحيحة تأكد تماما نجاحاتك بدأت تتلاشع تأكد تماما أن الفرص اللي أنت زهستها قبل فترة احتمال كبير أنها تختفي ليش؟ الإحباط قاتل لها الإنعزال قاتل لها الاحتكاك في المجتمع هو سب الرئيس أنك تحقق نجاحاتك بشكل أفضل تأخذ هبرات من الناس اللي حولك الأكيد أنك وحتنتقل حق خطوة أفضل من ذلك لكن توقف لهني وتحطها في المسائل بشكل أو بآخر وتبدأ تقول أنا محبط من عندي مشاكل من عندي ضغط عالي من الأكيد أنك وحتعاني من هذه المشكلة وواه لكن انتبه ويكون عندك قدرة عالية من التخلص من هذه المشاكل أو هذه نقاط الضعف ننتقل حق أحد أهم الأركان الرئيسية في خطوات النجاح أنك تكون مختلف عن الجميع وما تقارن نفسك بحد بعض الأحيان أنا أدري أني أنا مختلف ولكن أقارن نفسي مع الناس وهذه بدهاية صغوتك لا تبدأ تقارن نفسك أنا ناجح أنا مختلف اترك هذا الموضوع لأن النجاح نقطة مشتركة لجميع ومتاح للجميع ما هو يخصك ما هو شيء يخصك وبس أنت نجحت الكلام ينجح اللي ما نجح وقع طالعك خطا غلطان قل يريع وقته معاك الصح أنك خلاص يبدأ يتبعك ويأخب نجاحات لأن النجاح يسع الجميع مفتوح الآخر مثل البحر أستغرب عن الناس لما توقف والشباب اللي ما يوقفون يقول فلان نجح والله وصلته لا هو عنده قدرة عالية لا فلان عنده هذا مصحيح هو بس لقدره ومشي عليه قدر يصنع هذا الموضوع وصل لي متى النجاح أنت ما قدرت حصل معاك مشكلة معينة ما وصلت أنت شخص تطالع الآخرين تقارن نفسك في الفلان إذا قارنت تقع في الطائل الأولى على وهي أنك خلاص بديت تخسر أمورك بديت تحبط بديت لا تقارن نفسك مع الآخرين اكتشف نفسك صح ويعرف أنك مختلف تماما وعندك نجاحات خاصة فيك وظروفك له نجاحاتها الخاصة والآخرين لهم ظروفهم الأخرى فانتبع حق النقطة هذه لا تقارن نفسك وانتقل حق الخطوة الياية ألو تحقيق نجاحاتك بشكل أو بآخر أزف علينا الوقت ولكننا مستمتع تماما في طرح خطوات النجاح وهي فعلا خطوات تهلينا نوصل لمراحل متقدمة في حياتنا ولكن إن شاء الله أوعدكم في حلقات قادمة نتكلم بشكل أعمق عن أمور أخرى تمسها بين نقاط شوفكم على خير في حلقات قادمة برنامجا رائع جدا غساء من القلب